بالنسبة للنهي عن المنكر وتغيير المنكر ما الفرق بينهما لكن الوقرة يداهمنا نرجو أن تكون الأجوبة مختصرة تمام تغيير المنكر هو جزئية من النهي عن المنكر التغيير يعني الإزالة نهي عن المنكر أعم فقد يكون النهي عن المنكر بالنصيحة نبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فالتغيير يتناول القضية الأولى وهي التغيير باليد يعني الإزالة إزالة المنكر وأما النهي عن المنكر يمكن أن يكون باللسان وإن لم يتغير يعني الآن ليس بالضرورة أن كل من نهى عن المنكر نعم أن يستجاب له فهذا يسمى نهي عن المنكر وعندك نهي عن المنكر سماه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطيع فبقلبه نعم هذا نهي عن المنكر بقلبه تمام لماذا لأن هذا الذي يريد منك الشرع أن يوجد فيك آلية الرفض دائما وإن لم تتمكن يعني أن هذا الإنسان قد لا يستطيع إزالة المنكر لأنه سنشوف القدرة مثلا القدرة هذا لا يملك القدرة على إزالته أو يلحقه بسبب ضرر بليغ أو كذا مع ذلك يجب بغي أن تكون المناعة موجودة في قلبي جميلة لهذا اليوم لو وجدنا نحن أنفسنا نحن المسلمين يعني نعم أنه والله نرى المنكر ولا تتمعر له وجوهنا نعم ولا تتأثر له قلوبنا فضلا أن بعض الناس أيضا ينبسط وينشرح عندما يرى المنكر هذا يخشى على إيمانه ويخشى يعني قد يكونه وعياذ بالله من عداد المنافقين كنا سألنا قبل الفاصل ما حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر لكن نريد جواب مختصر إن شاء الله طيب قل تعالى العموم هو فرض كفاية بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين لقوله تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينعنكر وبعضهم يقول إن فرض الكفاية هو الذي خوطب فيه الجميع للمجموع يعني الخطاب كان فيه للأمة وليس لكل فرد فيه لكن هنا قاعدة عند الفقهة أن فروض الكفايات قد تتعين يعني تصبح فرض عين كمثلا الذي لا يعلم بالمنكر إلا هو تمام فيصبح الإنكار في حقه فرض عين أو كان المنكر في دائرة سلطانه تحت سلطانه مثلا ابنه بالبيت كذا إلى آخره موظف عنده في الشركة ممكن يكون الأمر الثالث لا يقدر على إنكاره إلا هو إلا هو يعني هو يمتلك القدرة وغيره لا يمتلك فهنا يصبح فرض يعني يصبح الفرض الكفاية يصبح فرض عين في بثل هذه الحالات أيضا قضية بسرعة قال بعض الفقهاء إن الأمر بالواجب واجب والأمر بالمندوب مندوب يعني نظروا في الحكم الشرعي إلى المأمور به أو المنهي عنه والنهي عن الحرام واجب تمام والنهي مثلا عن المكروه مندوب وهكذا يعني هناك تفصيل الفقهاء في هذه المسألة جميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر